السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متبخدرين اتمنى كلكم تكونوا باخر وعلى خير وانتم تشاهدون هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كيك يومي بامتياز من هذه الكرامل صالح القوتي الخارجة الصيفية بسرعة يوجد ويجهشيش وخفيف من الداخل وبنين في نص الوقت سوف ترى الفيديو الاخر لترى المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة فعلى بركة الله سوف نحتاج مكوينة الكيك بيضات كيسان الطحن زيت كارسان حليب حبات البانان يكونوا طيبين ومحلقة كبيرة سوس كراميل وممكن انكم تعودوها بضانة بناكات الكراميل هنا سوف نقوم بتحضير حبات البانان في واحد الاناء وممكن انكم تخلطوا كل شيء في الكأس الخلاط الاختير كي يبقى لكم انا هنا اخترت بانانة طيبة فنضيف كم مزيان غير بالفرشيطة فهذا الكيك يبنينا وفي نفس الوقت صحية كنمعكم مزيان او لا كنخلطوا مزيان ذاك البانان ذاك شعلي اشخوط لكم اختاروا حبات البانان اللي يكونوا طيبين مزيان سوف نضيف سكر ثانية نخلط كل شيء مزيان كس الحليب كس الزيت ودائما العبارة بكأس المغربي او كأس عن باقي قياس 160 مليلتر نخلط كل شيء مزيان سوف نضيف جوج البيضات واهم حاجة ان البيض يكون بحرارة الغرفة معلقة كبيرة السوس كرامل ونغرب الكس الول الطحين مع جوج اكيز الخاميرات الحلويات ونضيف سكر الفرنك يسخن على 180 درجة من فوق ومن التاس نخلط مزيان والكس الثاني نضيفه قليلا بشوية نحصل على الكتاف الخاليات اللي يريدها هنا يشوفوا معايا الخاليات اللي يكراه مازال خفيف فنزيد الكس الثاني وكما قلت لكم الكس الثاني اضيفوه شوية بشوية عينيكم ميزانكم اهم حاجة هزوية ديكم يهبت لكم خط واحد ما يكونش كيتقطع وما يكونش عاود خفيف اكثر من القياس باش فاش تدخلو الكيكال فرنة وتخرجوها وما ترجع شهدت لكم بعد ما نخلطوا كيكا ديالي او الخاليات ديالي مزيان غادي نجيب مول هنا يدرس حجم طويل او حجم مستطيل انتو ما ديروا المول اللي بغيتي وغادي نخوي جوج ديال الاربع ديالكي يعني غادي نخلي فقط شوية غادي نخوي كتر من النص وذك شوية اللي بقى لي في ذك زلافة غادي نضيف عليه واحد المعالقة كبيرة ديالكاكاو الحلو او للكاكاو المور الاختير كيبقى ليكم وغادي نرجع نخلطه مزيان الى اقصح لكم ضيفوه وزيدوا عليه واحد شوية ديال الحليب باش يرجع يخفاف كتحولوا انكم تخلطهم زيان باش ما يبقى لكم شاكاكم تكتل سوف نخويها في وسط الكيك ونجيب واحد الكيك ونصوب خطوط عشوائية باش يجيني مزوق من الداخل او لاروخامي من الداخل فهذه الكيكة هذي يومية بامتياز بسرعة توجد واهم حاجة انها تجي خفيفة وبنينة سوف نجيب الكيكة او لاشيسكين وكتصوبوا هكا واحد الخطوط عشوائية من بعد غادي ناردد طيب على ميا وستين داراجة وكنشعل عليها فقط من التحت ودروري انكم تديروا من التحت من الناتطبسين الخاص بالفران او لدك الشبكة عدرواها يعني ضروري تكون شي حاجة من التحتها باش كتدكت تتقل كل ممكن تتقل كل ممكن تنفخلكيك على خطرها غادي ندخلها تقريبا 35 دقيقة وهنا يبعد ما اخرج تشوفوا سبارك الله ما شاء الله كيفش كتطلع وكجيه شيشا وما كنشعلش عليها نهائيا ملفوق كنخليها غير من التحت كتتتحمر لي من الجناب كاملين هنا هي كتزين بسيط وممكن انكم تخليوها هكاك غادي ندير هكا واحد الخطوط عشوائي ايام ديال ديال السوس كراميل وممكن انكم تديروا ضانيات كراميل كما قد لكم الاختيار كي بقليكم على حسب الرغبة ديالكم دائما زين ختياري وعلى حسب ايضا يمتوفر عندكم غادي ندير شوية ديال السوس كراميل من الفوق غادي ندير شوية ديال واحد الرشيشة ديال كاوكا ومهرمش او كاوكا وكاستي وغادي ننضيف عليها شوية ديال السوس كراميل من الفوق وخليوها تتبرد مزيان عاد قطعوها حيث كتجي خفيفة بزاف باش ما تفرتس للكومش سوفي وهنايا كنخليها تتبرد مزيان عاد قادي نقطعها معاكم انا هنا قادي نقطع لكم الضيق الوقت وهي مازالة سخونة انتم مضروري انكم تقطعوها تتبرد مزيان باش هكا ما كدع لكم الشكل دياله انا نقطع لكم بتشوفوا كيف اجدت من الداخل كتجي طالعة وشيشة وخفيفة واهم حاجة انها بسرعة كتوجد ما كتخت لكم شت 30 او لتا 40 دقيقة للكيكا ديالكم كتكون واجدة فقط ذاك الوقت باش كتطيب نتمنى الوصفة ديال اليوم تنالاعجاب ديالكم جربوها وخلي بليف تعليقات كيف اجدتكم ما تنسوش تشاركو في القناة باش تنسو بجديد الوصفات ايضا ما تنسوش دعموني باللايكات ديالكم خليتكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله